نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية رازجو ويند الفاتح مع الفرقاطة الفرنسية أقون إن وبانتهاء الزيارة هي النجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على تبادل الموقف العمليتي بمصرح العمليات البحري المشترك والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتضفق التجارة العالمية وحرية المراحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار التكتيكية وتأتي تلك التدريبات في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية ترجمة نانسي قنقر